موسيقى مساء الخير نشرة لأهم الأخبار نقدمها من كفانكا تيفي وهذه أبرز عنوينها بسلاح أبيض ووجه مكشوف محاولة فاشلة للسطوي على وكالة بنكية بمدينة طنجة دوليا الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ينقل إلى سجن كوبر في الخرطوم وفي رياض آيكس يحقق المفاجأة ويطيح بيوبنتوس وميسي يقود البارسا للنصف النهائي الأول منذ 2015 أهلا بكم في التفاصيل تمكنت عناصر الأمن بمدينة طنجة أمسن الثلاثاء من توقيف شاب حول السطوة على وكالة بنكية بمنطقة ساحة ثيران باستعمال سكين من الحجم الكبير ووفق مصادر متطابقة فإن الموقوف دخل وكالة البنك المغربي للتجارة الخارجية وأشهر سلاحه في وجه المستخدمين مطالبا إياهم بتسليمه الأموال وأضفت المصادر ذاتها أن حارس الأمن الخاص بالوكالة وأحد الزبائن تمكن من مغادرة الوكالة وإغلاق الباب على المعتدي قبل أن يستدعيا أعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة ثم الأمن الذي تمكن من توقيف المعني الذي حاول كسر الباب للفرار المعتدي كشف لمحقيقية شرطة بعد إلقاء القبض عليه في عين المكان أن محاولته جاءت من أجل الحصول على أموال تمكنه من علاج والده المريض بالسلطان وقالت المديرية العامة للأمن الوطنيين التحقيقات جارية بخصوص حقيقة الدوافع وخلفية ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأفعال الإجرامية وكذلكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرد عليهم التعاقد المنعقد أمس بمراكش عن تمديد الإدراب للأسبوع السابع على التوالي إلى غاية يوم الخميس الخامس والعشرين من أبريل الجاري محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع وقال بلاغ إنه في الوقت الذي استحضرت فيه التنسيقية المصلحة العليا للمتعلمين وأبدت حسن نية من خلال أعلانها تعليق الإدراب فوجئت يوم الاثنين بإقدام بعض المدريات الإقليمية بخرق اتفاق السبت مع الوزارة واعتبرت التنسيقية الحوارة بابا من أبواب حل ملفها المطلبية مشيدة بالوساطة الإيجابية التي قام بها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرسد الوطني للتربية والتكوين دوليا نقلت السلطات العسكرية الحاكمة في السودان الرئيس المخلوع عمر حسن البشير من مكان احتجازها إلى سجن بضواحي العاصمة الخرطوم وفدت وكالة الويترز أن المجلس العسكرية قام صباح اليوم الأربعاء بنقل الرئيس السابق للسودان إلى سجن كوبر حيث يتم احتجاز أفراد من النظام السابق وعدد من معاوني البشير حسب وسائل إعلام سودانية وذكرت المصادر الصحفية السودانية أن عبدالله البشير الشقيق الرئيس المخلوع وجمال الوالي القيادي في حزب المؤتمر وعدد من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر وأن آخر نجاري نقلهم إليه في خبر دولي آخر استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء حق النقد ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن وفقا للبيت الأبيض وقال ترامب في بيان حول هذا النص الذي تبناه مجلساء الكونغرس مطلع الشهر الجاري إن هذا القرار يشكل محاولة غير مجدية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية ويعرض حياة المواطنين الأمريكيين والجنود الشجعان للخطر سواء اليوم أو في المستقبل في الجانب الرياضي قام فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بالإطمئنان على الحالة الصحية لعبدالإله الحافظي نجم الرجاء البيضوي بعد أن أجرى أمس عملية جراحية في الركبة وأجرى لقجع اتصالا هاتفيا مع عبدالإله الحافظي من أجل الاستفسار عن حالته الصحية والإطمئنان عليها كما رفع من معنوياته خاصة أن الإصابة أنهت موسمه مع النادي وكان عبدالإله الحافظي قد تعرض لإصابة في مباراة التراجي التونسي في كأس السوبر الأفريقي بالدوحة وتقرر أن يظل في قطر من أجل استكمال العلاج في حصيلة مباريات تشامبينس ليغ أقصى آيكس نظيره يوفنتوس بعد فوز بنتيجة اثنين مقابل واحد في حين بلغ بارشلونة الدورة نصفة نهائية لمسابقة دور أبطال أوروبا بعدما جدد فوزه على ضيفه مانشستر يونيتد بثلاثية نظيفة وتبع شباب آيكس آمستردام الهولندي مفاجآتهم وأطاحوا بيوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما تغلبوا عليهما بواقع هدفين مقابل هدفه على ملعب آليانستاديون في تورينو في إياب الدوري ربع نهائية وفي المباراة الأخرى فرد الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه نجمانة لمباراة الإياب أمام ضيفه مانشستر يونيتد الإجلزية بتسجيله ثنائية الفوز بثلاثية نظيفة وقد فريقه بارشلونة الإسباني إلى نصف النهائي المسابقة القرية العريقة للمرة الأولى منذ عام 2015 مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشر للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كذنكات بون تيفي شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر